السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نبدأ اليوم إن شاء الله مع المحور السابع وهو قانون الكيرشوف في الفريكونسي دومان ومضمون هذا المحور السابع أننا إن شاء الله عند الانتهاء منه سوف نكون قادرين على معرفة قانون الكيرشوف في الفريكونسي دومان والمقصود بقانون الكيرشوف قانون إذن الكيرشوف فولتج لو قانون الجهد وقانون الكي سي آل وهو قانون الكيرشوف كارنت لو لكن في الفريكونسي دومان وليس في التايم دومان ثم بعدها سوف نتعرف على تجميع الإمبيدنس الإمبيدنس الذي رمزنا إليها بالزت سوف نرى تجميع الإمبيدنس بالتسلسل وبالتوازي وأخيرا سوف ننهي هذا المحور السابع بجزء مهم جدا وهي أمثلة تطبيقية لقانون الكيرشوف وكيفية تجميع الإمبيدنس في دارة كهربائية إذن نبدأ مع الجزء الأول لهذا المحور السابع وهو قانون الكيرشوف في الفريكونسي دومان إذن قلنا قانون الكيرشوف ينقسم إلى قانونان كما رأينا في السابق إذن أول قانون هو قانون الكي في أل يعني قانون الكيرشوف فولتج لو نعرف أنه قانون الكي في أل لو عندي دارة كهربائية فيها مكونات كهربائية نعرف أنه قانون الكيرشوف فولتج لو يقول لي أنه مجموعة الجهد في هذه الدارة الكهربائية يساوي سفر نحن الآن هنا نشتغل في التايم دومان يعني الجهد مثلا هذا الأول هو جهد يتغير مع الزمن و الفي وان مثلا بصفة عامة هي في ماكسيموم كوساين أوميغا تي مع تيتا بما أنه هذا هو الجهد الأول سوف أقول هنا هي في ماكسيموم وان وهذا هو الفيز أنجل وان يعني related للمكون الأول بصفة عامة إذن لو عندي دارة كهربائية تجمع ن مكون فبالتالي ماذا أقول أنه قانون الكي في آل هو مجموعة هذا الجهد من الفي وان إلى الفي آل المجموعة هذا كله يساوي سفر ثم أحول كل من الفي وان في تو إلى الفي آخر مكون كاربائي بقيمته في التايم دومان ثم أحول كل مكون عن طريق الفيزر وبالتالي أتحول من التايم دومان إلى الفريكوينسي دومان وبالتالي ماذا أتحصل أتحصل وأتعرف على أن قانون الكي في آل في الفريكوينسي دومان ماذا يساوي مجموعة الجهد يساوي سفر مع العلم أنه هذه الفي وان أو في تو أو في آل هي عبارة في الفريكوينسي دومان على ماذا هي عبارة على امبليتيوت و ماذا على زاوية إذن مجموعة كل هذا في closed loop يساوي سفر وهذا إذن هو قانون الكي في آل في الفريكوينسي دومان نمر الآن إلى القانون الثاني لقانون الكيرشوف وهو قانون الكي سي آل يعني قانون الكيرشوف current law إذن قانون الكي سير كما رأينا لو عندي نود عقدة مجموعة الطيارات الكهربائية في هذا النود يساوي سفر ورأينا هذا بالتفصيل في الدي سي في الطيار المستمر إذن ماذا أفعل كما قمنا بالكي في آل بنفس الطريقة سأعوذ كل طيار كهربائي لأنها هنا التيارات الكهربائية هي طيارات في time دومان إذن أعوذ كل طيار كهربائي بقيمته هذا الطيار الأول هو i maximum 1 مقصود بي للطيار الأول cos omega t مع ماذا مع phi 1 هذه الزاوية للطيار الأول كذلك الطيار الثاني إذا نصل إلى الطيار الأخير مجموعة يساوي ماذا يساوي سفر هذا كله مكتوب أين في time domain أحول إذن كل هذا عن طريق قانون الفيزر إلى كتابة كل هذا إلى frequency domain وأتحصل على هذا القانون المهم هو أن مجموعة الطيارات تساوي سفر مع العلم أن هذا هو الطيار i1 هو الفيزر لل i1 ويكتب عبارة على ماذا عبارة على amplitude وعبارة على زاوية وبالتالي تعرفنا الآن على القانون الثاني لقانون الكيرشوف وقانون الكي سي في frequency domain هذا هو القانون إذن مجموعة الطيارات تساوي صفر لكن باعتبار الفيزر اشتركوا في القانون اشتركوا في القانون